المجد مجدك يا ابن ساق الكوثري والفخر فخرك يا كريم العنصري قمر بك القمر المنير تلالأت أنواره وبدأ بوجه نيري والفضل يشهد أنه لولاك لم يعرف وما في الناس عنه بمخبرين أبكيك مقطوع اليدين معفرا نفس الفدى لجسمك المتعفرين ولرأسك المفضوخ والعين التي ضربت بسهمين في الجهاد المقدرين فمشى الحسين يصرخ يا أخي أفقدتني صبري وحاسم تجلدي طفح جواده وقف ودموعه تسيل ينادي يبو فاضل علينا دارة الخير قال يا أهل يباري يا أهل يباري هالحرم لو هواد الليل وحنا ونبعد ساعة على التربان لازم لكن 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 يا أخوي وين بترك طرحت قال قال يا أخوي انقطعت تشوفي وتركتي لو سلم تشفي كان هالبيراك نشرت وردت للخيمة وجود الماء سالي يقول يا أخوي يا أبو فاضل في وين تشوف قال يا أخوي تقطعت ما بين الأسفور خوي وتميك ودمي على عيني جمد يحسين ما شوق نشف دمومي يا بقية تقال هاشي قال يا أخوي أنا لغسلي بدمعي يدمومك اتمنت 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 شان لها الحرم الله يدومك لكن يا أخوي بها الأرض يومي ويومك وضيع من عقبي وعقبك هالخواتي وإيه لعزم يشيل للمخيم قال ما أرمو خلني على الشاطئ عالج طيلعة الروح آهوى حسين آهوى إماما دخل الناع إلى أرض المدينة وهو ينادي فيهم يا أهل يترب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرج والراس منه على القناة يدار يقول فما بقيت مخدرة إلا وخرجت كان من بينهم أم البنين وإذا بها أقبلت عصبت رأسها بعصابة وعلى كتفها طفل التفتت إليه يا ناس يا ناس خلوه ينزل عن ذلول يا ناس خلوه ينزل عن ذلول أنا بسايلة وبستمع قول يوم التقوذوله بذول عن ماذا تريدين أن تسألين قالت يوم التقوذوله يوم التقوذوله إبداله يا ناس العباس بيض وجه لول هاي يقول هاي اللي تنشدين قعد يفصل لجه الخبر زين إليك أربعة بالطف مطاعي إيه والليلي إيه أربعة بالطف مطاعي إيه وإذا بها تسأل ما حال الحسين التفت إلي أحدهم قال لهذه أم البنين هذه إلها أربعة أولاد قتلوا في كربلة الله الله فيها لا ترجع الأم في أولادها استدرج وياها في الخبر يقول بدأ يستدرج وياها في الخبر إلى أن قال عظم الله لكن أيجر قتل العباس يقول رأيت كتباً أذن سقطت طفل من على كتفها إلى الأرض ونادت أسفاً عليك يا أبا الفار لكن ما جاي أسئلك عن أولادي عن من تسألين قالت أسئلك ما حال الحسين قال لها عظم الله لك الأيج قتل الحسين بكربلة صرخت ونادت وولداه وحسينه وإمامه يقول هيا فالله استعدين البواج يمو البنين أردوا يتام وانذبح عباس وحسين يم البنين يتذبحوا كلهم على القار وحسين ضل جائق وحسين ضلوا حيد ومكسر الأضلى ومخدرة حيدر علي فرد بلق ناع ويا الحرم والنار تسعر بالصياوي قالت أنا أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ليت عقب حسين ما تبقى لنا روح يا بشر يا بشر بله لا تقول حسين مذبوح ما شوف في الدنيا وضع عندي عن حسين قال إذن اسمعي اسمعي البشارة ما عندك من بشارة قال يمو البنين الأربعة تشهد لتش الناس ما صار بنيوث الحرايب مثل عباس خل الأرض روس جثد ومطهما داياس روس الأعادي وغلق المدان صوب وفعلا ليتك تنظرين إليه ليتك تنظرين إلى أبي الفضل إجت عاد زينب تذكر العباس بأم البني إذ قل يا عباس أسعق بمي يا عودك نشد من عمك إعلى حرة من العرب طيبة والعودك وصف أمك تراغل مثل هذا اليوم أبوك المرتضى ضمك عطاش عطاشه لا يتخلينا جيب الماء وسقينه اسرع لحق علينا تراه قلوبنا اليوم من العطش ممرود تبس من سمع زينب أبوك 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 وطاس إشلون تروح وانا بقام حيا أخي إم كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء خرج العباس إلى المعركة قاتل قتال الأبطال ثم كشف القوم عن المشرع إلى أن نزل إلى الماء لكن بيا حال نزل وقلبه كصالية الجمر من شدة الضمار غرف غرفة ليشرايا فتذكر عطش الحسين فرم الماء من يده وإذا به حينما نظر إلى الماء خاض الماء بس هيس إيلة السحي ما عندك حاجة هالليلة تقدمها بين يدي أبي الفضل العباس اتصور نفسك في حرم العباس هالليلة ويزوار العباس هالليلة خاض الماء بس هيس غرف غرفة يروي عطش تذكر لأن أخوه حسين أخوه حسين ذب الماء من تشف وتحس أشلون أشراب وأخوه أحسين سكن والحرام وأطفال رضع وضع وضين قلب العلي أخوه 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 وأراد الرجوع إلى الخيام فإذا بالمنادي ينادي اقطعوا عليه الطريق حالوا بينه وبين الخيام عظم الله جوركم بينما العباس يقاتل وإذا بالحسين ينادي أخي استند إلي وأستند لك لتذب عني وأذب عين صار كل يقلب الجيش على الآخر إلى أن ضج الجيش من كثرة القتلى أرادوا أن يفرقوا بينهما فلم يتمكنوا فنادى مناديهم اهجموا على الخيام فهجموا على الخيام وإذا الصيحة قد ارتفعت حسين يا حسين سمع الحسين صيحات النساء نادى أخي عباس العلام بيني وبينك اللواء أخي عباس في أمان الله نادى العباس في دعاة الله وانقلب الجيش على حامل اللواء وحاطوا به من كل مكان ازدحفت عليه الصفوف وتلايمت الألوف واظلم النهار يا الله بينما العباس يقاتل إذ شد عليه العين فضربه على يمينه أخذ السيف بشماله أعاد الحملة وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني محامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقيني شد عليه العين آخر فضربه بالسيف على شماله أيها عباس ضم اللواء إلى صدره وهو يقول ألا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار فجاءت إليه السهام سهم أصاب خاصرته وسهم أصاب القربة انفرت أريق ماءها يا الله يا الله فجاءه السام يا الله فوقع في حاجب عينه يا الله آه عليه أراد انتزاع السام ولكن ما عند يديه ماذا صنع فأخرج رجليه من الركاب وصارك هياة الراكح وإذا بلعين من وراء نخله بعمود من حديد رفع العمود إلى أعلى فضرب العباس على راسه أيوة عباسه خرني وجه الأق وهو ينادي أدركني يا حسين عليك مني السلام يا أبا عبد الله خرج الحسين من الخيام وهو ينادي أخي عباس كبشة كتيبة عباس الآن انكسر ظهره وهو حسينه وطلع الحسين من الخيام وقد وضع يده على خاصرته وهو يصيح في القوم أين تفرون وقد قتلتم عضيدي إبيا حالة طلع إبيا حالة طلع واحد من الخطباء يجي إلى الزهرة يقول له ما أكملت المصيبة ما أكملت مصيبة ولدي العباس ليش سيدتي قالت ها عادة الفارس إذا سقط من على ظهر جواده كيف يتلقى الأرض شلون يتلقى الأرض مو بيديه لكن ولدي العباس كيف تلقى الأرض تلقى الأرض بصدره فتكسرت السهام في صدره أيواء عباس وصل الحسين إلى مصرع العباس وقعد عنده وخلى رأس العباس في حجره ما أدري تتصور بس الحسين كان إلى جانب العباس لو لا أكو هناك من كان إلى جانبه ها ما تصور يمكن الزهرة تكون إلى جانبه هذا عزيزها الزهرة الزهرة الليلة اصور صورها المشهد اللي يصورها الشاعر ولي 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 وقع عباس بالحومة أولاً حرم إجت يم ما أدري بها حالة إجت بها حالة هالمصائب نستها كل المصائب إجت يميه إتنادي والقلب ذايب وتمسح بالوجه دم إتقليه وإيه 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 أشهد يا ضعيوني إنت أوليدي العباس والله مصابك مصابك جرح قلبي يا حبيبي بعد إش قالت له؟ قالت رأيسك من جسم نص صيل وجسمك دامع الغبر وإيه لآن أماك يبعد أماك وإيه اليمن واليسرايا بدأ يسمع صوتها خاطبها قال هم البنين أنتي قالت أمك الزهرة وأحسينة من أنتي؟ من أنتي؟ بكاء تنطم على راسها قال هم البنين أنتي؟ قالت أمك الزهرة بعيد أمك الزهرة 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 عيوني جدان تقل عيوني تقل عيوني محمرة أساني شعن أخي الحسين قل هاي واخوي أحسين تقل منك سرده والله تقل منك سور ضحراء وقعد الحسين وخل راس العباس في حجرة يقول له خايا الكسر ظهري وانت اللي كسرت معنا العزيز شلال عبته يوم اللي سمع صوت الحسين شعر راسه وخل على وجه الأرض يقول له يا أخوي ليش شلت راسك من وسط حجري يقول له يا مصابك فجعني ودوب وفادي وكسر ظهري إن لو العباس جاوب يقول له خايا شلون خليه راسي بحجرة وانت بعد ساعة الشمر يجلس على صدرات وانت بعد ساعة الشمر يجلس على صدرات أهل من اللواء أعطي